بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم ومع اللقاء الثامن من الفصل العاشر وهو اللقاء الأخير في الفصل العاشر التعلم الإنساني وتحدثنا عن أنواع هذا التعلم تحدثنا عن تعلم بافلوف وهو ما يسمى بالتعلم الإشراطي أو الكلاسيكي تحدثنا عن تعلم ثورندايك وهو تعلم المحاولة والخطأ تحدثنا عن تعلم سكينار وهو تعلم الإجراء وجميع هذه الأنواع الثلاثة تنتمي للمدرسة السلوكية أو للنظرية السلوكية اليوم سنتحدث بإذن الله عن تعلم من نوع جديد تفسير حدوث التعلم ولكن نوع جديد وهو الذي ينتمي إلى النظرية المعرفية ويسمى التعلم بالملاحظة أو المحاكاة هذا التعلم بالملاحظة أو المحاكاة من رواده ألبيرت باندورا وتلميذه وولترز هذا التعلم يأتي وينطلق من افتراض رئيس مفاده أن الإنسان هو كائن اجتماعي يعيش في مجموعات يؤثر ويتأثر بها ويلاحظ الكثير من الأنماط السلوكية التي تمارسها هذه المجموعات حيث يكتسب هذه الأنماط السلوكية وغيرها من الخبرات من خلال الملاحظة ومن خلال التقليد إذن النظرية السلوكية كانت تعتبر الإنسان كآلة ويتأثر بالبيئة المحيطة به والسلوك اللي هو البيئة هي التي تؤثر في سلوكه بينما النظرية المعرفية تختلف في نظرتها إلى التعلم وحدوثه فهي تقول بأن الإنسان كائن اجتماعي يعيش ويؤثر ويتأثر ويلاحظ ومن خلال الملاحظة ومن خلال المحاكاة يحدث التعلم وبالتالي فبندورة قال بأن هناك مبادئ لعملية التعلم الاجتماعي هذه المبادئ ثلاثة أولها كان العمليات الإبدالية ثم العمليات المعرفية وثالثا كانت عمليات التنظيم الذاتي العمليات الإبدالية المقصود بها هي إمكانية تعلم الخبرات وأنماط السلوك المختلفة على نحو بديلي من خلال ملاحظة أفعال الآخرين في المواقف المختلفة ومحاكاة هذه الأفعال دون الحاجة إلى مرور الفرد بهذه الخبرة على نحو مباشر طبعا يختلف اختلاف كله عما تصوره ثورندايك أو بافلوف أو اسكينار لأنه أن يفترض بندورة أنه ليس من الضروري مرور الفرد بأي خبرة شخصية حيال المواقف والمثيرات المختلفة وإنما ملاحظة الفرد لنموذج من النماذج تعرض هذا أي سلوك فهو يتعلم من خلال هذه الملاحظة ويرى البندورة أن النتائج المترتبة على سلوكات الآخرين مثل الثواب أو العقاب هي تعمل على نحو بديلي في عملية التعلم ماذا يعني بذلك؟ يعني بأن الفرد عند مشاهدته لشخص يعزز على سلوك معين فهذا يكون دافع لهذا الفرد أن يتعلم مثل هذا السلوك كما أنه عند مشاهدته لفرد يعاقب على سلوك معين فإن هذا يثير لليه دافع لتجنب مثل هذا السلوك تماما كما نرى عندما نعزز الطالب المجتهد فالطالب الآخر يرى هذا التعزيز فيكون دافع له لأن يكون مشتهد والعكس صحيح عندما يرى طالب في الفصل لأن طالبا ما عوقب لعدم حل الواجب فإنه يتجنب ذلك ويحل الواجب إذن دون أن يمر بالخبرة بشكل شخصي وإنما من خلال ملاحظته للآخرين يكتسب التعلم هذه معنات العمليات الإبدالية المبدأ الثاني من عمليات التعلم عند بنادورا هو العمليات المعرفية وهذا المبدأ ينطلق من أن الارتباطات التي يتم تشكيلها ما بين الاستجابة والمثير لا تتم على نحو آلي كما في المدرسة السلوكية بحيث تقوى وتضعف وفقا للثواب والعقاب وفقا للتعزيز والعقاب وفقا لحالة الرضا وعدم الرضا وفقا لوجود مثير طبيعي يتبع المثير الشرطي تمام؟ كلها المدرسة السلوكية تحكي هيك إنما العمليات المعرفية المبدأ والارتباطات اللي بتكون في النظرية أو وفق تفسير النظرية المعرفية ينطوي على أن الارتباطات بتتم تشكيلها من خلال تداخل في العمليات الداخلية في عمليات معرفية بتصير في الدماغ مثل الاستدلال، مثل التمثيل الرمزي، مثل التوقع، مثل الإدراك، مثل الاعتقاد فهذه كلها عمليات تحدث في داخل الدماغ والمواقف والمثيرات التي يواجهها الفرد تخضع إلى المعالجة المعرفية من أجل تفسيرها وإعطائها المعاني الخاصة بها وتحديد شكل السلوك المناسب حيالها تماماً يعني لو جبنا مثال للتبسيط لو قلنا إشارة المرور إشارة المرور ذات الألوان اللون الأحمر يعني اللي هو الوقوف وعدم الحركة في حين اللون الأخضر يعني بإمكانك اللي هو المرور لأن الطريق تكون من حق المدرسة السلوكية تفسر بأن اللون هو عبارة عن مثير واستجابة اللون الأخضر يثيرك إلى الحركة واللون الأحمر يثير إلى الاستجابة وهكذا فأنت كان كآلة تسير وفق اللي هو المثير الموجود في البيئة في حين النظرية المعرفية والعمليات المعرفية وفق مبدأ بنادورة يفسر وقوفك في أثناء وجود الإشارة الحمراء دليل على أن العمليات الداخلية والمعرفية استدلت في داخل العقل وهو التمثيل الرمزي وهو اللون الأحمر والتوقع بأن هناك سيحدث حادث فيما أنا إذا أنا اخترقت هذا اللون ومشيت بالسيارة وإدراكي واعتقادي بأن هذا سيسبب بالخطر لي فهذه كلها تصبح العمليات المعرفية في داخل العقل هي اللي بتعمل لي عملية الوقوف وعدم المشي أثناء اللي هو إضاءة اللون الأحمر هاي الفرق ما بين المدرسة السلوكية والمدرسة المعرفية بالنسبة للمبدأ الثالث في عملية التعلم الاجتماعي لدى بنادورة هو عمليات التنظيم الذاتي ماذا نقصد بالتنظيم الذاتي؟ هذا المفهوم يشير إلى قدرة الفرد على تنظيم الأنماط السلوكية التي يقوم بها في ضوء النواتج أو النتائج التي يتوقعها من جراء القيام مثل هذه الأنماط فالتوقع بالنتائج المترتبة على السلوك هو الذي يحدد إمكانية تعلم هذا السلوك أو عدم ذلك وكذلك يلعب التوقع دور بارز في ممارسة واستخدام هذا السلوك عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك طبعا أجرى بنادورة وتلميذ وولترز على دور الملاحظة والمحكاة أجرى العديد من التجارب في عملية التعلم وأظهرت نتائج دراسات أخرى أنه النتائج التعزيزية أو النتائج العقابية المترتبة على السلوكات النماذج تعمل على نحو بديلي في إثارة الدافعية لدى الأفراد في تعلم الأنماط السلوكية كيف يعني؟ يعني بنادورة قال أنه الملاحظة والمحكاة هي اللي هو اللي بتم من خلالها التعلم عشان يثبت ذلك قام باختيار عينة من الأطفال البالغين ومجموعة أفراد من البالغين وقسمهم إلى خمس مجموعات المجموعة الأولى خلاها تشوف سلوك عدواني لفظي وجسدي حيال دمية وكانت هذه المشاهدة مباشرة لهذا النموذج المجموعة الثانية شاهدت نفس النموذج ولكن على نحو غير مباشر يعني عرب لهم فيلم تلفزيوني فيه اللي هو نفس السلوك العدواني اللي شافته المجموعة الأولى ولكن شافوه المجموعة الثانية من خلال التلفاز المجموعة الثالثة شافت نفس الموقف نفس اللي هو السلوك العدواني ولكن من خلال فيلم كرتوني يعني غير حقيقي إنما كرتوني المجموعة الرابعة لم تشاهد هذا السلوك العدواني إطلاقا المجموعة الخامسة شاهدت نموذج أو سلوك مسالم يعني لم يكن هناك سلوك عدواني لم يكن هناك اعتداء لفظي أو جسدي على الدمية وإنما كان هناك سلوك مسالم اللي هو اللعب على هذه الدمية بهذه الدمية إيش كانت النتائج طبعا بعد ذلك بعد ما شافوا المجموعة الخمسة شافت كل واحدة المطلوب إنها تشوفوا جاب كل مجموعة وحسب وحطها في غرفة زجاجية وكان بداخل هذه الغرفة دمية وأخذ يلاحظ سلوكات أفراد هذه المجموعات ورصدها من قبل الملاحظين أشارت النتائج إلى أن أكثر ناس أكثر مجموعة كانت اللي هو تمارس العنف على هذه الدمية هي المجموعة من المجموعة الأولى اللي شافت النموذج بشكل مباشر تلا ذلك المجموعة الثالثة اللي شافت اللي هو العنف ممارسة العنف على الدمية من خلال الفيلم الكرتوني بعد ذلك أجت اللي هي المجموعة الرابعة اللي ما اللي هي لم تشاهد كانت لم تشاهد أحداث السلوك العدواني اللي هو خالص فعملت سلوك عدواني والخامسة كانت اللي هو أقلها اللي هو المجموعة الخامسة اللي كانت طبعاً اللي تم عرض سلوك مسالم لها ما شافت سلوك عدواني كان أقلهم ممارسين للسلوك العدواني على الدمية من هذه النتائج نلاحظ أن أفراد المجموعات الثلاثة الأولى والثاني والثالثة مارست السلوك العدواني أكثر من المجموعتين الرابعة والخامسة إذن الأولى والثاني والثالثة مارسوا أكثر من الرابعة والخامسة مما يدلل على دور الملاحظة والتقليد فلاحظوا أنتوا اللي شاف مباشر واللي شاف على نحو غير مباشر سواء في الثاني أو الثالثة طبق السلوك العدواني أكثر من المجموعة اللي ما شافت خالص أو المجموعة اللي كان عرض أمامها سلوك مسالم يعني هذا يؤكد دور الملاحظة والتقليد في التعلم فأفراد المجموعة الخامسة مارست السلوك العدواني أقل بكثير من المجموعات الأخرى كان يعني عددهم اللي هو المتوسط الاستجابات العدوانية كانت 42 في المجموعة الخامسة مقارنة بالمجموعة الأولى اللي كان متوسط اللي هو الاستجابات للعدوان 183 فشوفوا الفرق بين 183 وبين 42 هناك فرق كبير طبعا السبب أن المجموعة الخامسة تأثرت بسلوك النموذج المسالم أي أنها تعلمت السلوك المسالم من خلال ملاحظة سلوك النموذج المسالم ومحاكاته هذا بالنسبة للمجموعة التعزيز والعقاب بالنسبة للحدوث التعلم طبعا من خلال المحاكاة عشان أجرى عشان يثبت ذلك بنادورة أجرى تجربة على ثلاث مجموعات من الأفراد شاهدت فيلم يعرض نماذج تقوم بسلوك عدواني لفظي وجسدي حيال دمية فالمجموعة الأولى شاهدت هذا النموذج وقد عوقب بشدة على سلوكه العدواني يعني كيف هذه التجربة التي أجرىها بنادورة؟ جاءت ثلاث مجموعات من الأفراد كانت شافت اللي هو فيلم يعرض نماذج تقوم بسلوك عدواني لفظي وجسدي حيال دمية كانت المجموعة الأولى شاهدت هذا النموذج وقد عوقب بشدة على سلوكه العدواني بمعنى أنه العمل العدوان اللي هم الناس اللي بمثلوا بدور أجاء اللي هو تم العقاب وإجراء العقاب عليهم في حين أن المجموعة الثانية شاهدت هذا النموذج وقد عزز على سلوكه العدواني يعني جبنا المجموعات أول شيء منا سلوك عدواني وجبنا مجموعات ثلاثة المجموعة الأولى خلناها تشافت ما بعد السلوك العدواني إجا واحد وعاقب الناس اللي أجروا السلوك العدواني على الدمية تمام؟ والمجموعة الثانية راح شاهدت هذا الرجل اللي عاقب المجموعة الأولى شاهده المجموعة الثانية شاهده هو يقدم نموذج يعني فيه تعزيز يعني برافو انقد ربته اللي هو الدمية إذن المجموعة الأولى شاهدت شخص يعاقب الناس اللي ضربوا الدمية في حين المجموعة الثانية شاهدت شخص يعزز الناس اللي ضربوا اللي هي الدمية في حين المجموعة الثالثة ما كانش فيها لا تعزيز ولا عقاب ما شفوش أي شيء وتم تعريض أفراد هذه المجموعة الثلاثة إلى نفس الموقف بمعنى أن حطناهم في غرفة وشفنا إيش يساووا في الدمية المجموعة الثانية اللي شاهدت النموذج اللي تم تعزيزه على السلوك العدواني كان عندهم ميول أكبر لممارسة هذا السلوك من المجموعتين الأولى والثالثة في حين أظهرت المجموعة الأولى ما يلأقل لممارسة السلوك العدواني يعني الناس اللي هو المجموعة اللي شافت الناس اللي عاقبوا اللي بضربوا الدمية تم عقابهم فهم ما مارسوش السلوك العدواني على الدمية لكن الناس اللي شافوا أن المجموعة اللي ضربت الدمية تم تعزيزهم فمارسوا اللي هو الضرب والعدوان على الدمية ليش؟ لأنها شاهدت نموذج يعني عوقب بالنسبة للتاني المجموعة الأولى كانت ميل أقل لممارسة السلوك العدوان لأنها شاهدت نموذج عوقب على هذا السلوك ولم تظهر يعني فيش فروق كان في ممارسة السلوك العدواني بين المجموعات الثلاث عندما تم تحفيز أفرادها وتشجيعهم على ممارسة السلوك العدواني يعني بمعنى أنه جاب المجموعات الثلاثة المجموعة اللي شافت الناس اللي بتعاقبوا والمجموعة اللي شافت الناس اللي بتعززوا والمجموعة اللي ما شافت إش لا عقاب ولا تعزيز جابهم الثلاثة وشجعهم على ممارسة السلوك العدواني يعني خلاهم يعني حفزهم وشجعهم على ممارسة السلوك العدواني على الدمية فكانت ثلاثة جهزين أنهم يمارسوا السلوك العدواني تمام؟ يعني التعلم بالملاحظة والتقليد قد يحدث في الكثير من الأحيان بالرغم من عدم وضوح النتائج التعزيزية أو العقابية لسلوك النماذج التي تشاهدها فقد يتم محاكاة سلوك الآخرين بالرغم من عدم تعزيزها أو عقابها يعني هنا في أمر تاني في الموضوع يعني مثلاً لو نتعلم مهارة رياضية مش بالضرورة أشوف إنسان يعزز أو يعاقب لو نتعلم قيادة السيارة مش بالضرورة أشوف ناس بتعزز فأنا يعني أروح أتعلم أو تعاقب فأنا أبعد عن التعليم لو نتعلم الرماية نتعلم العزف الموسيقى هكذا في مهارات ما بالضرورة أن يكون لازم يكون هناك تعزيز أو عقاب علشان أشوفها يعني بس ملاحظة لذلك طيب ننتقل إلى مصادر التعلم الاجتماعي إيش أنواع التعلم الاجتماعي؟ من وين ممكن الواحد يتعلم اجتماعيا؟ من خلال التفاعل المباشر مع الأشخاص أو من خلال التفاعل غير المباشر طبعاً بوسيل الإعلام، السينما تلفزيون، الراديو من خلال قراءة القصص، الروايات الأدبية، من خلال التمثل بالشخصيات الأسطورية والتاريخية كان أعجب بسطورة معينة بشخصية أسطورية أو شخصية تاريخية فبالتالي أتعلم منها وأصير أنا أحاكيها وأقلد هذا بالنسبة لمصادر التعلم الاجتماعي طيب نواتج التعلم الاجتماعي بنا دورة بقول أن هناك ثلاثة نواتج للتعلم الاجتماعي إما أن أتعلم سلوك جديد وإما أن أكف عن سلوك قديم لا أمارسه وإما أنه أسهل تسهل إلي ظهور سلوك كيف يعني لما أتعلم سلوك جديد يعني مهارة جديدة سلوك جديد أنا ما كانتش موجودة عندي ممكن من خلال ملاحظتي للآخرين أتعلمها زي بعض العادات الألفاظ المهارات الأفعال الحركية طيب كيف ممكن أني أحد من سلوك موجود يعني لما أنا أعاقب طالب أمام الآخرين على عدم حلو للواجب مثلا أو لأنه غش في الامتحان فهذا بيكون رادع للآخرين أنهم يكفوا عن هذا السلوك دون أن يمارسوا أيضا مكافأة الطالب على تفوقه الأكاديمي يشكل هذا حافز أو دافع للآخرين لأن يكونوا مثله وبالتالي هاي صار اللي هو ممكن أنا أكف أو أحرر سلوك تمام؟ طب كيف دي أسهل ظهور سلوك؟ ممكن كيف يعني اللي هو النواتج التعلم ولا تسهيل ظهور سلوك؟ بمعنى أنه يمكن اللي هو إنسان مدخن يتوقف عن التدخين لكن مجرد أنه يبعد مع مجموعة من المدخنين حيرجع له وبالتالي هاي المجموعة سهلت ظهور سلوك التدخين له تمام؟ طب التطبيقات نموذج التعلم الاجتماعي كيف في إيش ممكن نطبق هذا التعلم الاجتماعي؟ من خلال تنمية العادات القيام للتجاهات لما يشوف الأب ذو عادات وقيم مثلا حسنة فإنه يقلد الأب ويسير على خطاء من خلال القدوة الحسنة أيضا ممكن تنمية المهارات الفنية الحركية الرياضية المهنية الحرفية وغيرها من خلال طبعا استخدام العروض والنمذجة اللي هو من خلال اسلوب النمذجة ممكن يعني علاج الكثير من الاضطرابات من خلال استخدام العروض والنماذج برضو نخلي يكون يعني نماذج تعليمية ومن خلالها يتم اللي هو التعلم الاجتماعي ممكن علاج بعض الاضطرابات النطق مثل عدم اللفظ الصحيح كالتقليد نقوله يلا مخارج الحروف نخرج الحرف طبيعته وهذا طبعا بالمناسبة يعني أكثر شيء أحكام التجويد يعني أحكام التجويد لا ما يدفعش للإنسان يتعلمها من خلال القراءة والكتاب وإنما يجب أن تكون من خلال متخصص حتى يلفظ الحرف ويكون مخرج الحرف بشكل صحيح يلي تعلم فهذا يكون التعلم من خلال الملاحظة ومن خلال المحاكاة أيضا تهذيب السلوك وضبطه لدى الأفراد من خلال عرض نماذج تعاقب على مثل هذه السلوكات عندما أنا في عندي السلوك غير سوي وأعاقب عليه من خلال نموذج معين فهذا ممكن اللي هو يتم التعليم من خلاله التعلم ويعني عدم إجراء هذا السلوك طبعا إثارة دافعية الأفراد للسلوك من خلال عرض نماذج تعزز الأنماط السلوكي نفس الشيء يعني أنا لما بدي أخلي السلوك ينطفئ فأنا بعاقب عليه وبالتالي بيشوف الأفراد بيشوفوا هذا العقاف فبتجنبوا هذا السلوك ولما أنا بدي أعزز بدي أكون بدي سلوك موجود وبدي أحاول أنه هذا يتكرر السلوك فأنا بعزز الفاعل لهذا النماط وبالتالي بيصير هناك اللي هو محاكاة وتقليد لهذا السلوك طيب اليوم برضو هناخد نوع آخر من التعلم وتحت اللي هو مضلة النظرية المعرفية نظرية المدرسة المعرفية وهو التعلم بالاستبصار إحنا عارفين أنه المدرسة المعرفية لا تركز على النتائج السلوكية بقدر اهتمامها بالعمليات المعرفية التي تحدث داخل الكائن البشري المدرسة السلوكية تركز على السلوك لو نقول لك السلوك محكوم بنتائجه لكن العملية اللي هو النظرية المعرفية بتهتم بما يحدث داخل الكائن البشري كالانتباه، الإدراك، التفكير، التوقع، الفهم، اتخاذ القرارات كل هذا بتتم اللي هو دراسته في النظرية في المدرسة المعرفية وهي اللي بيقول لك بناء عليها يحدث التعلم لأنه نقول لك أنه التعلم هو نتاج مثل هذه العمليات اللي بتقوم فيها الفرد واللي بتنعكس فيه أدائه وسلوكياته إذن المدرسة المعرفية تهتم بالعمليات المعرفية ولا تعطي بال للناتج السلوكي كما تفعل المدرسة السلوكية طبعا النظريات المعرفية تتعدد وتتسع مجالها الذي فيه منها ركز على عمليات الفهم والاستبصار مثل نظرية الجشطلت فيه أكد على التغير الكمي والنوعي في البناء والمخططات المعرفية السكمات كما هو الحال في نظرية النمو المعرفي نظرية بياجية زي ما حنشوفها قدام فيه ركزوا على عمليات استقبال ومعالجة وتخزين المعلومات واسترجاعها نظرية لمعالجة المعلومات تمام نظرية الجشطلت تعتبر من أكثر النظريات المعرفية التي تؤكد دور عملية الفهم وسميت تبنت ما يسمى بالتعلم بالاستبصار هذا التعلم بالاستبصار ظهر كرد فعل معاكس لأفكار المدرسة البنائية والنظريات السلوكية اللي كانوا بيدعوا إلى تحليل الظاهرة النفسية ومحاولة فهمها من خلال طبعا هذه بالنسبة للجشطلت يدعو إلى فهم الظاهرة النفسية من خلال دراسة الأجزاء التي تتألف منها يعني كلمة جشطلت تعني الكل أو الشكل المتكامل فتحليل الظاهرة النفسية بالنسبة للجشطلت إلى تحليل الظاهرة النفسية إلى مجموعة عناصر يفقدها الجوهر والمعنى وبالتالي قال لك أن الكل هو أكبر من مجموع العناصر الكل يؤدي وظيفة ويعقي معنى معين وفي حال التجزئة هذه عناصر لا تؤدي إلى هذا المعنى يعني المقطع الموسيقي على سبيل المثال لو أخذنا مقطع موسيقي معروف أنه يتألف من مجموعة نغمات تصدر عن عدة أدوات موسيقية طيب لو أخذنا نغمة واحدة هل تؤدي الغرض ونسمع الموسيقى بالشيء المطلوب؟ طبعا لا ولكن هذه النغمة تجتمع لتكون لنا المعزوفة أو المقطوعة التي نسمعها تمام؟ نفس الشيء بالنسبة للسيارة عندما ننظر إلى إطار السيارة أو إلى المقود السيارة هل يمثلنا الكل المتكامل؟ لكن نظرتنا للسيارة وهي تمشي نظرة نظرة كلية جشطلتية وليس نظرة جزئية طبعا من أشهر العلماء تبعون هذه المدرسة اللي هو ماكس فيرتيمار وكوفكا وليفين وكولار طبعا هذول الناس راهوا على أمريكا ووجودهم خلى اللي هو ذاع سيط المدرسة المعرفية وتلاشات اللي هي المدرسة السلوكية أمام هؤلاء نظرية التعلم بالاستبصار تؤكد على أنه التعلم يتوقف على قدرة الفرد على إدراك الموقف الكل أو السياق علشان هي التجارب اللي أجروها كان فيه كولار من أشهر من أجروا هذه التجارب بهذا الشأن جاب قرد ووضعه في قفص وهذا القفص كان بداخله موز معلق ومجموعة من السناديق هذا طبعا السندوق لو حط هو السندوق لوحده مش هيوصل للموز لكن لو حط السناديق فوق بعضها أيضا مش هيوصل للموز كان فيه عصى محطوطة في القفص طبعا حاول أكثر من مرة القرد عدة مرات لتناول الموز مباشرة لكنه فشل فجلس وتأمل في الموقف وكانت نزجة التأمل المتكرر أنه توصل فجأة للحل وهذا الحل يتمثل في الوقوف على الصندوق ويسقاط الموز بواسطة العصى مسك العصى وصار إيش أسقط الموز بسببها يعني هذا دليل على أنه القرد توصل إلى الحل فجأة استبصر صار اللي هو نحو مفاجئ من خلال عملية الاستبصار اعتمد طبعا على عملية التأمل لعناصر الموقف يعني شاف العناصر تابعون الموقف تأمل أعاد تنظيم العلاقة القائمة ما بينهم ما بين الصندوق العصا طول العصاء الموز العالي صار فجأة أجته اللي هو عملية التعلم بالاستبصار هنا هذا معنى اللي هو نظرية الجشطة والتعلم بالإبصار طيب فيه نموذج آخر من نماذج اللي هو التعلم الاجتماعي أو اللي هو الذي ينتمي إلى النظرية المعرفية وهو نظرية نموذج معالجة المعلومات هذا الاتجاه ظهر في مطلع الستينيات طبعا ظهر مع تطور الحسوب وتعدد الاستخدامات كان طبعا هذا النموذج يعني بالطريقة التي من خلالها يتم اكتساب المعلومات أخذ يفسر كيف المعلومة تتم تفسيرها وتنظيمها وتذكرها في المخ ينطلق هذا النموذج من افتراضات حول التعلم قال أن الأفراد نشطون وفعالون لا ينتظرون وصول المعلومات إليهم وإنما هم يسعون إلى البحث عن المعلومات عكس المدرسة السلوكية تماما فيبحث عن المعلومة ويتم ترميز هذه المعلومة وتنظيمها واستخلاص المناسب منها ويستفيد من الخبرات والتعلم السابق فمعالجة اللي هو المعلومة تتم عبر مراحل تتراوح ما بين اللي هو الانتباه لمصدر المعلومة وبعد ما اللي بنتبه إلها بيدركها بحس فيها برمزها بحولها إلى تمثيلات عقلية بتم تخزينها في الذاكرة وحسب نواع الذاكرة اللي بتم فيها التخزين يحدث عملية الاسترجاع وطبعا كل هذا يعني يعتمد على عمليتي الانتباه والإدراك اللي بقوم فيها اللي هو الفرد حيال المعلومات واللي حكينا فيها في بداية هذا المصاق نموذج معالجة المعلومات تفسر عملية التعلم يعني قسموا إلى ثلاث عمليات رئيسية أول عملية قال عملية الانبوت عملية استقبال المعلومات اللي هو مدخل المدخلات العملية الثانية اللي هي البروسيسنج عملية المعالجة معالجة المعلومات أو المدخلات العملية الثالثة هي عملية اللي هو البحث عن المعلومة واسترجاعها اللي هي الاوتبوت وتذكرها مع الاهتمام في عملية النسيان وانتقال أثر التعلم طبعا يفترض هذا النموذج نموذج معالجة المعلومات يفترض أن المعلومات أثناء انسيابها خلال أجهزة الذاكرة تخضع لعدة معالجات تختلف باختلاف طبيعة جهاز الذاكرة وخصائص الفرد وقدرته على الانتباه والاستفادة من الخبرات السابقة لديه في تعلم الخبرة الجديدة طبعا وفق هذا النموذج قسم تم تقسيم الذاكرة البشرية إلى ثلاثة أنواع من الذاكرة اللي هو النوع الأول اللي هو الذاكرة الحسية الذاكرة الحسية طبعا هذا بيعمل على استقبال المعلومات الحسية من خلال الحواس الخمس وتحتفظ بهذه المعلومة لفترة قصيرة جدا لا تزيل عن ثلاث تواني بعد ذلك يتم إرسالها إلى القسم الآخر من الذاكرة علشان يتم معالجتها وتفسيرها طبعا يتوقف بناء المعلومات في هذه الذاكرة على من؟ على الانتباه بالدرجة الأولى وعلى الاهتمام الذي يوليه الفرد للمعلومة الذاكرة الثانية اللي هي الذاكرة قصيرة المدى وهذه الذاكرة تسمى بالذاكرة العاملة ليش؟ لأنها في حالة نشاط هي تنقل المعلومة من الذاكرة الحسية إلى الذاكرة الثالثة أو إلى المدى فهي تسمى الذاكرة العاملة لأنها في حالة نشاط دائم وهي تستقبل الانطباعات الحسية من الذاكرة الحسية وتعمل على استرجاع الخبرات السابقة المرتبطة بها في عنا خبرة سابقة تربط هذه الخبرة بالخبرة الحالية طبعا الخبرة السابقة تاخدها من الذاكرة طويلة المدى وتعمل على ترميزها وتنظيمها تعمل على إرسالها مرة أخرى إلى الذاكرة طويلة المدى من أجل التخزين معنى ذلك أن الذاكرة قصيرة المدى تأخذ المعلومة من الذاكرة الحسية وتنظمها وترمزها من خلال طبعا معرفتها والاستعانة بالذاكرة طويلة الأمد ثم بترجع هذه المعلومة إلى الذاكرة طويلة الأمد من أجل تخزينها وتعمل أيضا الذاكرة قصيرة المدى على استقبال الذكريات والخبرات المرات تذكرها من الذاكرة الطويلة طويلة المدى لتعمل على تنظيمها على شكل سلوك أو أداء ذاكرة حكينا في الموضوع هذا في بداية اللي هو المصاب في الفصول السابقة هذه الذاكرة تمتاز بأن سعتها محدودة جدا تتراوح ما بين خمس إلى تسع وحدات من المعرفة واستمرارية المعلومات فيها لا يتجاوز النصف دقيقة أو عشرين ثانية الذاكرة الثالثة وهي ذاكرة طويلة المدى هذه بتم فيها تخزين المعلومات لفترة طويلة جدا تمتاز هذه الذاكرة بالقدرة العالية على التخزين فهي تشبه المكتبة وتشير الدلائل العلمية إلى أن المعلومات التي تدخل هذه الذاكرة لا تفقد وتبقى مخزنة فيها ولكن عدم التذكر هو سببه هو عدم التنظيم الجيد أو سوء الإثارة عشان أطلع المعلومة ما فيش عندي إثارة إذن مشكلة كانت في الاسترجاع لما أسترجع المادة هي المشكلة إنما الأصل أن المعلومة تقوم في داخل هذه الذاكرة طبعا هناك اللي هو التحليل السايكو داينامي اللي هو التحليل النفسي ممكن من خلاله زي التنويم المغناطيسي أو الأحلام ممكن يستعيد اللي هو المعلومات الموجودة في الذاكرة طويلة للأمد وإنما عدم التذكر يعني يعزى إلى أسباب تنظيمية أو سوء إثارة أو عدم وجود دافعية لدى الأفراد طبعا المعلومات تخزن في الذاكرة طويلة الأمد من خلال يعني ثلاث أشكال هناك ذاكرة في داخلها تسمى ذاكرة الأحداث حكينا عنها وهناك ذاكرة تسمى ذاكرة المعاني وذاكرة ثالثة تسمى ذاكرة الإجراء بهذا نكون قد انتهينا من الفصل العاشر وإن شاء الله لنا لقاء مع الفصل الحادي عشر ونظرية النمو المعرفي حتى ذلك الحين أسأل الله لكم العفو والعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته